سهل الغاب مجددا إلى الواجهة بين مشادات ومناوشات شهدها سهل الغاب وتحديدا المناطق التي تعتبر خط الدفاع الأول للساحل السوري بذلت قوات النظام كلما بوسعها لاستعادة السيطرة على تلك المناطق لأهميتها الاستراتيجية سارت المعارك بما لا يشتهي ثوار فحصيلتها كانت استعادة قوات النظام السيطرة على عدة نقاط في سهل الغاب هي خربة الناقوس والمنصورة وتلواسط والزيارة بسهل الغاب مستخدمة كعادتها التغطية النارية المتمثلة بسياسة الأرض المحروقة مدعومة بطيران النظام الحربي والمروحي حيث أكدت مصادر ميدانية قصف ما يزيد عن ستة طائرات حربية لسهل الغاب في الوقت ذاته كما جاءت المصادر بأن أهم العوامل التي استند عليها النظام في هذا التقدم هو التمهيد الصاروخي والمدفعي على المنطقة من معسكر جورين والذي يمثل ركيزة أساسية للنظام في المنطقة ولا يخفى أيضا أن وجود هذه المناطق جميعها على خط واحد وطبيعة سهل الغاب الجغرافية المكشوفة كلها أسباب لعبت دورا كبيرا في تراجع ثوار منها هذه المناطق تحديدا كانت قد شهدت في وقت سابق معارك عنيفة أحرزت قوات نظام خلالها تقدما ولكن ما لابث ثوار حينها أن نفذوا هجوما عكسيا استعادوا فيه السيطرة على القرى المذكورة والآن يشهد هذا الخط اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام وسط تغطية من الطيران الحربي والمروحي بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي وجه آخر ضرباته وليس آخرها على المحطة الحرارية في قرية زيزون حيث أكد ناشطون تصاعد أعمدة الدخان منها لساعات المعركة الفائتة فاجأت ثوار قوات النظام بهجوم عكسي فهل ستتكرر المفاجأة مرة أخرى أم سيتمكن نظام من حماية واجهة المناطق الساحلية ومناصره بداخلها؟